أنت بالنسبة لك ألاعب أيضاً حاجة عظيمة جداً ناس كتيرة وإحنا نتكلم في كلها دلوقتي نتكلم عن المدافعين المدافعين عندنا اللي بتشتت واللي بتلعب واللي بتكسر ومتلعبش كورة فأنت كنت من الناس الحريفة بوص والله كان الجيل كله حل الجيل كله والسنين كانت حلوة في الوقت ده وعدد العيبة الحريفة مش في الزمالك ولا الأهلي ولا لا كان في اسماعيل ومصر ومقاولين ومحلة وويس على كده كل الفرق كان عندها لعبة كويسة قوي كلهم حريفة وكلهم مهاريين وكانت المتشربة تبقى صعبة جداً ما بتجي تلعبهم فهي أجيال وساعاتها ما كانش فيه فلوس فلما الفلوس كترت ما هو بقلت هي دي المشكلة أن بقى فيه أزمة في اللعيبة كويسة انت عندك دلوقتي اللعيب لما في رب عندها لعيب كويس قوي بتبتقول ده عنده نجم وعايزة بيها 20-30 مليون لا وتحديداً المدافعين المدافعين تحديداً المدافع اللي بقى فيطلع بالكورة على فكرة دي الأزمة اللي بيقابلها المتخب المصري محترم الموجودين هي دي الأزمة إزاي لما يكون نص الملعب مقفول والفرودة ممسكين إزاي أنت تحل يعني في شغل التاكتك لما المساك بيزيد الديفندر بيستنى والمساك يجي مكانه في حاجات كده شفتات بتتعمل في الملعب فاللي بيحل ساعات هو المساك حتى في تلاتة الجديدة لو لاحظت تطلقى الاتنين للإطراف المساكين للإطراف دول مك يزيدوا كباك يمين وزيد كباكش ما فبتعتمد أنهما يكون مهارين فالنهاردة اللي عنده تلاتة لعيبة منهم بالزات الاتنين على الإطراف لو بتلعب بتلاتة يجبوا حريفة ده يبقى عنده كنز يعني لدرجة إحنا دولة في أوروبا بقى يجيبوا الحارس اللي بقى في طلع بقى كويس محوطة النهاردة محوطة اللي بتغيرت بناءة لأن الحارس بقى حريف التاكتك بتاعك بتاع البداية الهجمة بقى من الحارس فاللي ما عندهش حارس حريف دلوقتي كارسة كارسة اللي هو بيحب يبدأ الهجمة ويبدأها ولما تتزلق تبقى ترجع للحارس لو أنت ما عندكش حريف ويبدأ يبدأ الهجمة وحتى بيعملوا كوروات اللونج بول دي تبقى رايحة لحد معين تبقى كارسة موجودة للاد في التاكتب الجديد كابتن الكبير كابتن حوادق أمام هو بيعلق دايما كان يقولك إيه مش عيب مبدأ الأمان طلع أكثر وطفش يقولك طفش كان بداية الضربة السابتة اللي هي بتاعة الثمانتاشر أنك تلعبها تلعبها طويلة في وقت ملاقوات خلاص كانت زمان تقولك حط الكرة في نص ملعب القسم صحيح ليه عشان تبقى بفضل ضغط عليه في نص ملعبه في ناس تتشغل كده في وحد يقولك إيه بدأ من تحت لكن من قلة الجودة بتاعة المدافعين بتحصل كوارث إنه تطيع تعتجي جول حارس مرمى مبعفش للعب تطيع تعتجي جول فده بتبقى أزمات كتير المدرر فعشان كده طرق اللعب اللي هي الجديدة بتعتمد إن حارس المرمى يكون حريف والمساكين يكونوا حريفة صح ويبقوا مهارين عليهم جدا لأنه هو هو اللي بيفك الأزمة بتاعتك في المجرد صحيح